عندي حكاية حقيقية واحدة ستة كانت متزوجة وبعد محاولات شديدة وكثيرة كثيرة كثيرة ما قدرتش انها تحمل الجواز انفصلت عم زوجها انفصلت وهي معاها عائلين الحقيقة انه بعد الطلاق بتاعها ما كانش حياتها وردية ما كانتش قلطة في حاجها تحديدا لانها قررت انها تشير مسؤولية العائلين دول ايام يبقى معاها فلوس وايام لا وابتدى الايام تجر بعض لحد ما الستة بيه بقت مفلسة مفلسة مديان ومفلسة عاطفان ومفلسة اجتمائيا بعد كل حاجة علشان زي بيقولوا بانجليزي بتقدر تصيرفايف الحاج زي ما هي حكتلي رمضان 2016 رمضان 2016 كانت مداية حقيقية لحياة كان فيه في يوم الايام الايام اللي هم بيقول عليها ان هي ايام ليه ليلة القدر الايام اللي الناس بتنزل تصلي فيها كتير جدا وبكون موجودة فيها في الجوامع وابتدى من قلبها وبتقرأ القرآن كتير وبتتعبت كتير وبتحاولها قد ما تقدر ان هي تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام اللي الناس كانت بتقول عليها ان هي مش متوقعة ان هي يكون ليلة القدر الستة دي كانت حاسة ان اليوم ده يوم ليلة القدر يوميها كانت معزومة في بيت عند صحابها ورفضت في الاول انها تروح العزومة دي لكن بعد ضغط شديد جدا جدا من صحابها هي قررت ان هي تروح هذه العزومة اللي كانت على الصحور دخلت البيت وسألت الستة صاحبت البيت فين السجادة فين قطك فين الازدال لبست الازدال ودخلت القودة وقعدت القودة ساعتين او تلاتة تدرجة ان الناس اللي برا كانوا خايفين ليكونوا الستة اللي جوة دي جروا لها حاجة بكل شوية خبطوا عليها وقلوا انت كويسة سجلت ودعي وعيطت من قلبها واستحلفته بالنبي كتير ومغرجتش بورا القودة دي الى لما حست انها قالت له كل اللي في قلبها قالت لربنا كل اللي في قلبها ودعت بكل اللي تقدر علي ولي نفسها فيه وكان هندها يقين في الليلة دي تحديدا حتى لو ما كانتش ليلة تقدر ان كل اللي طلبته من ربنا هاتحق بعد ايامها دي ده من نهاية رمضان ودخول العيد جالها شو غير كويسة بقى معاها فلوس وعوضت اللي بعيده وعندها مركز وشال وعندها ناس بتحبها وما بقيتش مفلسة اجتماعية وما بقيتش مفلسة مادية وما بقيتش مفلسة انسان القصة دي القصة حقيقية اللي فرخص قريب مني جدا اللي عندها مش كلامع الجوزها ومش قادرة تسيبه وتحبه تدعيله بالهداية وتدعي ربنا ان ربنا يهده لها اللي قلبها وجعها من قصة مؤلمة او دخلت في علاقة وانجرحت فيها ومش قادرة تحدي مش عارفة تنساه تدعي ربنا ان ربنا يهده عليها وطيق قلبها اللي ما هاش فلوس تدعي ان ربنا يزوقها اللي عايزة تتجوز ومفيش عريس تدعي ان ربنا يرزوقها بقريس اللي عندها مشكلة مع أمه وابوها وبيضربوها ومش عارفة تتعامل معاهم تدعي ربنا ان يهدلها ابوها امها اللي بتشتغل ومفيش بركة في الرزقها المرتب بيجي ويطير تاني يوم بتدعي ان ربنا يبارك في فلوسك اللي عندها عيال عصية بتدعي ربنا انه يهدل اعيال ادعو على قد ما تقدروا لقيني على يقين تاني ان ربنا هستجين زي في رمضان ربنا رب قلوب وربنا موجود طول الوقت سواء في رمضان او غير رمضان بس حقيقي يوم في رمضان ممكن يغيالك حياتك كلها صدقيني اسجودي ودعي بالصحة والسدر اسجودي ودعي بالرده اسجودي ودعي بالرده اسجودي ودعي لربنا غير لك حالك بس انتي ادعي من قلبك وحقيقي الشكوى لغير اللهم مبالة عندك تارب اطلبي منه بس خليه ده نصدق استحلي فيه بالنبي على اي قفضاء السلام عحنا انت ما تقدري كل ليلة كل ليلة وترية كل ليلة يقال علينا قد تكون ليلة القدر ادعي وحيضي استغفري وطلبي وطلبي لربنا وانا علي قلبي انه بعد ده إز تادي بلكم اشترافين وطلبي لربنا غير موسيقى 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 يقال موسيقى اشتركوا في القناة